واستمرار إطلاق الفصائل العراقية مسيرات نحو إسرائيل يهدد بجر البلاد إلى صراع أقليمي مع إسرائيل بحسب صحيفة The Times البريطانية في أكتوبر الماضي شنت فصائل العراقية 90 هجوما بطائرات بدون طيار مقارنة ب31 هجوما في سبتمبر و6 في أغسطس الماضي حتى الآن تم إطلاق 65 طائرة بدون طيار هذا الشهر وفقا للبيانات التي جمعها مركز أبحاث معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وتشكل ضربات مسيرات الفصائل العراقية مصدر إزعاج وليست تهديدا بحسب الصحيفة التي تشير إلى أن هذه الضربات تعتبر في الوقت الحالي بمثابة عرض أدائي لتضامن مع حزب الله ردا على اغتيال إسرائيل حسن نصر الله وهجومها البري في لبنان ولدى الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية مخاوف من أن تلجأ إيران إلى وكلائها في العراق للانتقام من الضربات الإسرائيلية على إيران بعض الضربات التي تلقاها حزب الله وحمس تخشى هذه الاستخبارات من أن إيران قد تكون هرب الصواريخ باليستية قصيرة المدى للفصائل العراقية عبر ناقلة مياه أو نفط لضرب إسرائيل سيناريو أقلق الحكومة العراقية التي أكدت على لسان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم أعرجي مجددا على رفض العراق استخدام أراضي الاعتداء على أي دولة سبق ذلك رسالة تحذير شديدة اللهجة أوصلها وفد أمريكي خلال زيارتي إلى بغداد للحكومة للتعامل مع الفصائل المسلحة لوقف استهداف إسرائيل اشتركوا في القناة